السلام عليكم الوصفة اليوم الراية ويا الراية سأريكم كدرت لها واحد طياب بلا زيت بلا والوجة ووعرة ومقرمشة وطيبة كدوب صراحة واحد طريقة خطيرة خفن زربن جربوا هذه الطريقة وردوا عليها ونقضون دلوها حتى مع السردين فشي يكون فيلي تنقضون غير فيلي دل السردين ولا نقضون ستعملوا شرن يعني عديد الحوت نقضون ستعملوا بهذه الطريقة اشتركوا هذا الفيديو ونقضون هذا الفيديو واجربوا هذه الطريقة الراية من الناس أكثر يقضونها في الزيت هنا أردت لها واحد طيبة هذا اللصوص الذي يريد أن يزيدها ليس بالضرورة في الموتار دالالانسيان يعطيه حرورية مع الكريم جاءت شيئا يعني ما كرياسي هذا الشرعان اللي اخترعته اللي يريد أن يزيد ويعود يدير مرحبا نحن هنا باش نبتارتجيو سأريكم كدرت لها هذه الوصفة والشرم اللي قدرت لها شيء حاجة البناء الراية هي هذه نشدها نغسلها نقطع المرتوية اللي بغيت في اللول هكا على حسب اللي كنتين اللي بغيت ونخليها تستقطر مزيان تنزيد لها بالملحة والبزار سنبدأ شرمولة نزيدها ديرك تومع للحوت نقدر نديرها أبار نخلطها عد نزيدها جميع الطرق رائعة مزيانة هذه البابخيكا التحمير اللي حلوة اللي محرش بزاف نزيدها هكا ونزيد الكامون الكومان سيأتي مع الحوت زوين الكامون دي ما فشترمولة هذه الحوت تنزيد الكامون وهذا الخرقوم البلدي تنزيد واحد الرشا هكا هذا الخرقوم البلدي والربع القزبر والمعدنوس المعدنوس هاته دا بشترمولة هنا نعصر واحد نص ديال الحامضة هكا والحامضة من الفوق هكا ونخلط هات شيء كامل حتى يتمزج مزيان هاتشترمولة هذي مع هاد الحوت هاته إلا عندكم الوقت نخلي واحد قسمها نربع ساعة ساعة في تلاجها كويرا تحشوية يشرب ذلك التوابل ما عندكم نطيبوه ديريكت هاته سميدة الفينو الليكستخافين هاته السميدة هاته الرقيقة كنشده وكنملحها وكنزيد لها الخرقوم البلدي كيعطي لها كولوغاسيون في الفران واجربوا هاته السهلة كنخلط مزيان ذلك ودابة كندوز فيها هذه الحوت كما تشوفوا معنا هنا هكا تاتيت يعني هاته سميدة هاته كتتجي في جميع الجوانب وكنشد واحد الليكستخدم اللي كيدخل الفران رمغان قليو هذه الحوت هذا موال الراية بزاف ديالناز كيما قليوها وزيوت هالطريقة هاته كتجي في حلة مقلية ولكن يغيف الفران هنا اضعت البلا اللي سيدخل الفران رشيت بشوية المتاع غراص قد تضيف زويت ازباد اي حاجة او هذا البابي كويسون من تحت ونضع عليه هذا الحوت اللي قلنا نغل به الفين وهذا السميدة الرقيقة ركا تعطي واحد القرماشة وعرام الحوت هذا سمو الاكستخافين سنضع واحد الزيت ونضع الحوت من فوق لكي يعطي خوك تتقنم لكي ندخل الفران ليس بالضرورة هذا الذي يريد المرحلة يزيد ها تضيف غير الزيت من الفوق والزويت البلدية ونضع الفران 180 دراجة ونحضي معها من ربع ساعة لعشرين دقيقة يوجد يأتي هناك مقرم ليس بنين طيب من داخل وشي حاجة وعرة جربوا هذه الوصفة وبرتجوها وردوا عليها لا يمكن تلويله بهذه الطريقة ونستعملوا الكثير الحوت آخر بهذا الشكل كما تلاحظون معنا ونحضر معكم إن شاء الله حوت آخر بهذه الطريقة سهلة شرمولة و السمك السمك هو طابع طيف لكم بانيومون هذا ما يريد زعلوك شليضاء خضير هذا ما كان واجد أنا هنا قلت معه هذا لصوص هذا يعني بالنسبة لأكليون العجبات ومصرحة فيها واحد حرورية هذه المتاخذة للونسيان كما تعرفون الحوت والحرورة يجزون كثير الناس يستعملون وحرورة في الحوت كثير المغاربة يعطون الحرورة للحوت هنا أنا قلت معه هذه الطريقة بالمتاخذ للونسيان جاء شيئ خطيرة صدقوني جربوها هذا يجب أن نفعل هذا اللصوص إن شاء الله مرة أخرى يو تهلا والدوزو بخير يو بسلامة